قطاع المطعمة وتقديم الوجبات الغذائية يعد من بين القطاعات التي حظيت باهتمام خاص في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نظراً لتطوره السريع الذي يستجيب لحاجيات المواطنين وشكلت المبادرة الأرضية الملائمة أمام مجموعة من الشباب لبلورة مشاريعهم على أرض الواقع إيمان من بين الشابات التي استطاعت خلق مقاولتها الخاصة في مجال المطعمة رغم كل الصعوبات التي واجهتها لكن بفضل العزيمة والإصرار تمكنت من السير قدباً في هذا المشروع الذي يشغل حالياً ستة أشخاص من مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرنا أن نحقق المشروع الجيلة في أرض الواقع كما أن نقدرنا أن نخدمه على الناس لإسبرانبيا منستجل الناس كبداية نوصل إلى 23 جيلة الناس أنحل فرع أخرى بإذن الله وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في توفير مجموعة من المعدات الحديثة في مجال الطبخ التي تحتاج إليها هذه الوحدة وهو ما ساعد هؤلاء الشباب على السير بخطى ثابتة في مشروعهم حيث استطاعوا التعامل مع العديد من الزبناء وتنظيم حفلات أيضاً وبهذا شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة ثورة خدماتية وبنية وظيفية تضامنية لمحاربة الهشاشة والفوارق الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تعزيز القدرات لدى الشباب حامل البشاريع وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين ترجمة نانسي قنقر